قبيل ساعات قليلة من انطلاق مشاورات تعديل الدستور أصدرت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي بيانها السياسي بيان جاء على شكل أرضية اتفاق توضح فيه هذه الأحزاب والشخصيات المعارضة والمقاطعة للمشاورات خارطة الطريق التي ستنتهجها لضمان انتقال ديمقراطي وفق تعبيرها البيان الذي جاء من ثمانية صفحات شمل عديد النقاط التي أولتها التنسيقية أهمية القسوة على غرار احترام إطارات الجمهورية للدولة الجزائرية والحفاظ على الوحدة الوطنية رفض كل أشكال العنف في العمل السياسي رفض التدخل الأجنبي مهما كانت أشكاله مدينة النظام وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي تنسيقية الانتقال الديمقراطي أوضحت أن هدف الندوة الوطنية التي ستجمعها في العاشر جوان الداخل تتمثل في فتح نقاش حر ومسؤول بين الجزائريين تكريس دولة القانون احترام الفصل بين السلطات تكريس مبدأ الشفافية على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التنسيقية ومن خلال أرضية اتفاقها أوضحت أن تحقيق الانتقال الديمقراطي لن يتأتى إلا من خلال إجماع وطني وإقامة مؤسسات شرعية منتخبة ديمقراطيا وذات مزدقية ولتحقيق هذه الآليات اقترحت التنسيقية تشكيل حكومة توافق لضمان التحول الديمقراطي إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها إعداد وسيلة توافقية من أجل دستور جديد يعتمد عن طريق الاستفتاء متتبعون يرون أن القبضة الحديدية ستشتد بين السلطة والمعارضة فالدستور الجديد يشتت الطبقة السياسية أكثر مما يجمعها